نحنا وصلنا على نقطة المطرح ما فيك السارة يعني هي اكلة الجبل كله اذا بدك تعتبر مش نص الجبل فنحنا وقفنا على جنب الطريق حوالي الساعة 7 كرميل نجرب ناخد بعض اللقطات بتليفوننا قبل ما نتمركز بطريقة بعيدة عن النقطة كرميل ما يعني بنعرف لانه كل ما يكون فيه طريقة نضو فيه على الفساد بيصير فيه ملاحقة بشكل مش طبيعي صفت سيارة بيقام على شبك جيب ستوديو فيزيون وطلبت من المصور انه دغري ينطلق بشكل سريع جيل خوري وانطلقنا بشكل كتير سريع باتجاه بكفية عن جد يعني كانت مطاردة ضل حقنا لحديد موصلنا على مغفر الدرك ببكفية وبهذه اللحظات نحنا التجقنا لمغفر الدرك ببكفية ورجعنا لهيد النقطة وهن فعلا مشكورين لانه رجعنا نحنا بدنا نضوي على هيدا الفساد من بعد ما جبنا معلومات عن هيدا النقطة يعني رياض مش معقول انه يكون هيدا النقطة هون اكل الجبل كله صار لأربعين سنة صار لأربعين سنة بتقصب الجبل والدولة نايمة والمتاحل نفسه صار له عشرين سنة هون من بعد أربعين سنة نعم السؤال انطوني هو هل الكسارة عم تشتغل او ما عم تشتغل يعني انت طلعت على اساس عم تشتغل نعم رياض نعم رياض في مبلغ نحنا على الساعة سبعة كانت ضاوية وقت عارفه فينا طفه اوكي هلأ السكوريتي قاعد مطفع على بابه ورايه كانت مضوية وقت وصلنا ولكن بس يعرفوا انه في اعلام بجرده في رمل مكدس يعني في امن لهذه الكسارة يعني انتو شفتوهم بالعين المجردين نعم 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 رياض نعم نعم قاعد بغرفته ورايه نعم فيه بالعين المجرد السكوريتي قاعد على باب هيدا الكسارة والمعلومات كمان انه هيدا الكسارة بنبين اكبر كسارة على الجوجل ماب يعني اذا بجرد بياخد نجزة زميلة جيل خورة انه رياض يعني مش معقول انه الغريب ايضا انه اجمع علي الوزير البيئة كشف على هيدا النقطة من ستة شهور ما عمل شي لحديد هلأ يعني بغض النظر اذا فيه رخصة او لا ليبيعوا الستوكات اللي نقصت بوقت صيفية يعني كيف واحد بيقتر يعطي رخصة لتشويه البيئة الجبل هون مأكول وهيدا الارض هي مستقجرة من دير مارلياش شوية يعني فيه تفاصيل جدا دقيقة بهيد النقطة هل يجوز انه يضال في حماية للفساد البيئة رياض هون يعني سنين وانت بتفتح الملفات ومنحكي بالملف ومنعلى الصوت وبعدين يعني وبعدين لوين بدنا نوصل اذا بالليل بطريقة سرية بتم تشويه البيئة وبتم قطع الاشجار وبتم تشغيل المعامل ان كان كسارات وان كان مرامل وان كان حتى فيه بغير انا بس بدي اسألكين انا شفنا معامل لرياض يعني مش معقول انتوني وزير البيئة اول شيء سيكيوريتي يعني امن موجود يعني موجود لانه في شغل بالكسارة اكيد مش عم بيبضو معاش كرمال ينطر ارض بور بس المهم وزير البيئة صح من ستة شهور الاستاذ فادي جريساتي بيقول ان هذه الكسارة بدت تتسكر هي ما تسكرت انت عم بتقول وكان نحنا وصلتنا معلوماتنا عم نشتغل بكل الاحوال والشغل الثاني اليوم قادرين هل قدرتوا استحصلتوا على مشاهد للكسارة هي وعم تشتغل قبل ما يوقفوكن وتبعدوا عنهم رياض بعثنا بعض اللقطات للأم تي في كان فيه كاميونات بعدين المخرج طبع الكاميونات كان ضاوي كان فيه اشارة حركة مخرج الكاميونات ولكن تم اتفاقه نحنا من بعد ما تعرضنا لها الملاحقة تم اتفاقه بشكل تام بشكل كتير سريع نحنا ما اخذت الخبرية غير تلت ساعة بينما وصلنا على فصيلة الدرك بكفية وارجعنا توجهنا معهم وهنا فعلا مشكورين لانه دغري لابونا ووصلوا معنا لهيدا النقطة برجعتنا يعني السيكوريتي قاعد معطم بقلب يعني بدي جرب اطلع لعند السيكوريتي معك بالكاميرا بدي اطلب من الزميل جيل جيل بدي عزبك لو سمحت بدي نطلع عند السيكوريتي اللي قاعد على باب الكسارة بس اذا فينا نسرع نجزة عمول معروف يعني مشكورين مشكورين كوالأمة داخلي فصيلة بكفية مشكورة وهذا الموضوع اذا صح يعني وزير بيها الاستاذ فادي جريساتي يعني اقل من ستة شهور بدت توقف هيدا الكسارة هيدا الموضوع بيرسمه بيرسمك هو الأمن الداخلي طبعا بطبيعة الحال وبرسم النيابة العامة المالية اذا حبت تتحرك النيابة العامة المالية انتوني بعدك معنا بس نشوف المشيئ هيدا مدخل هوني مدخل الكسارة نعم هيدا مدخل الكسارة هيدا قوضة ضاوية للسيكوريتي للي بيسكن على باب الكسارة وهونيك مدخل السيكوريتي خليني اقرب معه بليز عمول معروف اذا فينا نقرب جيل لمين هيدا السيارات الموجودة انتوني هيدا السيارات لا للأمن اللي موجود هوني على باب كان رياض لك تخبرك شو هيدا الغرفة كان قاعد فيها السيكوريتي على الساعة 7 وكانت هوني كلها مضوية المنطقة وفي كاميرات مراقبة هلأ عم تتحرك لتصورنا بتمنى من جيل يقدر ياخد كاميرا المراقبة الضاوية يلي عم بتصورنا ما بعرف اذا رح نقرب خلينا نقرب نخدها لكاميرا المراقبة عم بتجرب تصورنا لطلقت انه مين نحنا تحركت هلأ نحنا وهي مضوية كمان بالنايت لايت كرميل اللي تقدر تلقت وجوهنا بطريقة ليلية هيدا هي وهوني مدخلة ومبين وهولي السيارات طبع السيكوريتي وضاول البيت بقلب بيتهم وهني موجودين جوا فيك تتقرب معي بدأ دق على البيب للأمن اللي كان قاعد هوني